الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع حكومات وشعوب العالم في محاربة كورونا الملكة إليزابيث الثانية توجه خطاباً نادراً اليوم للبريطانيين حول أزمة تفشي كورونا والصين تسجل ثلاثين إصابة جديدة بكورونا من بينهم خمسة وعشرون وافداً وإقليمه بخالي من الإصابات الرابعة صباحاً في القاهرة الثانية بتوقيت جرينتش موجزون إخباري أتيكم من أكسترا نيوز أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعباً مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا وأكد السيسي في تدوينة عبر موقعه على فيسبوك استعداد مصر الكامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة مشدداً على أن القيمة الإنسانية تسمو فوق كل شيء في أوقات المحن وأضف السيسي أن هذا الوقت الحرك سيمضي وأننا سننتصر جميعاً وسيذكر التاريخ وعظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع مشيراً إلى أن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا وأصرح السفير بسامراض المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن هذه المساعدات تأتي لتخفيف العبء عن إيطاليا مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفايات بها فضلاً عن النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل فعليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى والتي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي إلى العام القادم نظراً لظروف وتدعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الأمراني استعرض السيسي استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشهيد والبناء في ضوء تدعيات أزمة فيروس كورونا المستجد هذا وعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم ثلاثة أجانب وذلك بعد تلقيهم من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لارتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة وأضح الدكتور خلد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 306 حالات وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا جميعهم من المصريين بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا لفتا إلى وفاة خمسة مصريين وذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و71 حالة وفاة توجه اليوم الملكة إليزابيث الثانية خطابا إلى البريطانيين حول تصدي الفيروس كورونا وبحسب مقتطفات تم نشرها فقد أعربت الملكة إليزابيث الثانية عن أملها في التزام مواطنيها بإجراءات الصحة العامة وقالت أن الأجيال القادمة ستفتخر بالجيل الحالي الذي يواجه الفيروس بقوة ويعد هذا الخطاب الذي تم تسجيله في قلعة ويندزر هو الرابع لملكة إنجلترا منذ صعودها على العرش أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 حالة وفاة وقال المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سوليمون في مؤتمر صحفي أن عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ب441 حالة بعد أن ضمت الحكومة عددا أكبر من حالات الوفاة التي لم يكن يتم الإعلان عنها من قبل في دور المسنين بينما وصل عدد الإصابات إلى 68605 حالات يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا أو 11744 حالة وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 124 736 حالة ربيا أيضا أعلنت السلطة الإيطالية تسجيل 681 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمال حالات الوفاة إلى 15362 حالة في زيادة أقل إلى حد ما بتلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة تفع إلى 124 632 بزيادة 4805 حالات أكد رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو تفعيل خط اعتمال يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول عبر آلية الاستقرار الأوروبية وذلك لمواجهة فيروس كورونا وقال المسؤول البرتغالي في حوار نشرته مواقع أوروبية قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين الثلاثاء عبر الفيديو إن هذه تأتي ضمن آلية الاستقرار الأوروبية التي أنشئت عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو من أجل مساعدة الدول التي تواجه صوبات إلى الصين حيث أعلنت تسجيل حالة أو 30 حالة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ 19 حالة في اليوم السابق اللجنة الوطنية للصحة الصينية طبعا في بيان قالت أن من بين المصابين 25 شخصا من الوافدين من الخارج بينما لم يسجل إقليم هوبي أي إصابة جديدة بالفيروس وبهذه البيانات يكون قد ارتفع إجمال المصابين إلى 81 669 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3329 حالة بعد تسجيل ثلاث وفايات جديدة أمريكيا نعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته سترسل ألف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا وخلال مؤتمر دوري لرصد جهود مكافحة الفيروس دعا الرئيس دونالد ترامب دعا الأمريكيين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى كما حذر ترامب من أن الأسابيع المقبلة ستشهد ارتفاع أعداد الوفيات بسبب جائحة كورونا هذا وعلنت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 300 ألف إصابة من جانبه أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومور ارتفاع عدد الوفيات في الولايات جراء فيروس كورونا المستجد بمقدار 630 حالة جديدة كما كشف عن أن الحكومة الصينية قامت بالتبرع بألف جهاز من أجهزة التنفس الصناعي حيث من المقرر وصولها إلى مطار جون كينيدي خلال الساعات المقبلة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1890 شخصاً بعد تسجيل 222 إصابة جديدة الوزارة قالت أن عدد الوفيات ارتفع كذلك إلى 79 شخصاً بعد تسجيل 19 إصابة جديدة نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دوماً موقعنا الإخباري أكسرا نيوز دوتي شكراً لكم على طيب المتابعة ودومتم في أمل الله شكراً لكم على المتابعة